فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان هناك شيء من الصعيد على الوجه فهل يجوز لي أن أزيله قبل أن أصلي إيه إذا كان هناك شيء من الصعيد على الوجه فهل يجوز لي أن أزيله قبل أن أصلي هذا ما يتصور يا أخي أنه بيصير صعيد التيمم يبقى على الوجه ويصير غبارا على الوجه هذا صعيد خفيف ما يشاف حتى ما يشاف ولا شوف نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة